اشتركوا في القناة سبقوا من اول درس اول اول لانتقالات و حركات سبقوا انتقالات di strate page للبيج نفسها او للصفحة نفسها وان الانيميشنز او الحركات او الحركات للاشياء اللي داخل الصفحة او السلايد لكن معرفناش كيف نطبقوهم ففي فيديو او في درس اليوم حنتعرفوا على كيف نطبقوهم على سبيل المثال حتى لأي شخص نفهمش فكرة خلونا نطبقوا لان التطبيق هو اللي خلينا نفهم مش شيء نفسه فمثلا احنا عندنا سلايد او صفحة عندنا خلفية سوداء وعندنا زوز الصورة هنا او هم عبارة على سوز مستطيلات حاطين فيهم زوز الصور ودرنا لهم جروب فهو اللي وكأنه شكل واحد يتقاسموا في الصورة مع بعض صغروهم وعندنا النص او التكست هذا وعندنا برضو النص هذا او التكست هذا يعني عندنا ثلاثة ثلاثة اشياء داخل السلايد وسلايد نفسه نبقو نطبقوا عليهم أنيميشن او حركة اينا مثلا الصورة او المستطيلين هادي وملي فيهم زوز الصور اللي درنا لهم تقنيكة الجروب او الشكل هذا خلينا نبسطو الشكل هذا يطلع هو الاول يعني السلايد يكون فاضي في الاول الشكل هذا يطلع هو الاول بعدين الشكل هذا بعدين الشكل هذا وخلال هم موجودين كل شكل متلا يتلون او يلتف حول نفسه وامتى يتم السلايد وبنمشوا السلايد اللي بعده اللي هو في الافتر بريك اللي هو في السكشن الثاني في السلايد يمتسح كل شيء او يطلع كل شيء كيف نديرو الشيء هذا اول شيء احنا حنكونوا مثلا في الشريط الرئيسي الرئيسي او هوم نمشوا لحركات او انيميشن حنتعرفوا في الدرس الخادم شاء الله على الانتقالات فبكل بساطة نجدوا حددوا الاشكال لترتيبها ترتيب عرضها او خروجها في السلايد يعني احنا انتفقنا ان تطلع الخلفية بعدين الشكل هذا بعدين الشكل هذا بعدين الشكل هذا تمام هيك اتفقنا حددناهم الثلاثة بالترتيب حسب او اي شكل حيطلع قبل الاول زي ما احنا حابين حاليا نجو من حركات نديرو السهم هذا يعطينا الدخول اللي هي يقصد بها اه الظهور يعني الحاجات او الاشكال هذي ما كانتش موجودة امت هي حتطلع بالترتيب حسب اختيارها كل واحدة كيف حتطلع اسلوب عرضها طبعا ممكن من هما اشياء محدودة جدا يعني ظهور تضاؤل تحرك للداخل عام للداخل اسماء اولا مش مفهومة جدا وتانيا شوية فنقدر نزيدو مزيد من تأثيرات الدخول يعطينا بوكس نقدر نجبدوه ونجربوه بالوحدة يعني مثلا انقسام تجرد تعليب دائرة دولاب ممكن نجربوهم بالوحدة ممكن بالانجليزي اساسا هما برضو يكون اسماءهم اسهل شوية لك خلينا نقوله هكي لاي شخص حتى ما فهمش معناهم لا بالانجليزي والعربي الميزة ان هو يعطيك live preview او يجربه لك يعني بشكل مباشر فان تقدر تختار اللي تعجبك طبعا في احكام او قوانين مش مش شرطية لكن يفضل او تفضلية يعني ان ما يتمشي استخدام هل بانواع من الحركات داخل البرزنتيشن نفسه يعني ممكن يكون في حركات داخل البرزنتيشن كله لكن نفس الحركة داخل كل السلايدات يعني مش في نفس السلايد او داخل البرزنتيشن كل السلايد في حركة ممكن كل السلايد تكون في حركات لكن نفس الحركات او متشابه الحركات الى حد ما داخل البرزنتيشن كله لبعضها في مثلا احنا هنختص الوقت هنختاروا مسح حلوة نوعا ما حاليا احنا ندرنا لهم كلهم مسح لكن نبقى نختاروا ونأكدوا على فترة ظهور هادي قبل هادي يعني هل تطلع الصورة مثلا وبعد عشر ثواني تطلع هادي او بعد ثانيتين او بعد ثلاثة او امتن ديروا كليك او لغيرهم من الاشياء هادي حاليا هنحددوا الشي هو احنا بعد ما حددناهم وخترنا لهم مسح كلهم عبعضهم نجو لي نجو لخيار جزء الحركة او بالانجليزي هو هيكون الانيميشن بين او لوحة التحكم او لوحة الحركة بالعربية هيكون جزء الحركة نجو لخيار جزء الحركة هيعطينا ثلاثة اشياء اللي احنا حددناهم باسماءهم جروب فايف هادا جروب فايف اسمه وهذا اسمه فيسبوك بي هادا فيسبوك بيج وهو التكست والتكست هادا فيه بيانات تانية قبل لكن امتسح التوى اسمه تايتل على كل حال نقدر نجبد هادا بكل بساطة نوقف عليه هكي يعطيني استهماني الكوح له المالي من الجهتين من الدبابات نقدر نجبده ومن ثم نجبد هادا حاليا وكأنا رتبناهم احنا زي الدرج واحد اثنين ثلاثة واحد بعد واحد لو نجو نديروا عرض من هنا عرضش رايح اول شي حيكون سلايد فاضي اكحل لنحن هادا اللي اتفقنا عليه تانيا حيطلع هادا وهذاكا وهذاكا يعني اضغطت مصره مرة واحدة بس ما كنتش ما اضغطش يعني مصره للشكل هادا ومصره للشكل هادا ومصره للشكل هادا اضغط مصره مرة واحدة طلع الشكل هادا بالانيميشن اللي اعطيناهوله او بالتحرك للتناهوله بعدين هادا بعدين هادا خلونا نتعرفوا كيف ان احنا نخلوهم اوكي امتلا نضغط مصره يندير للشكل هادا التحرك لكن ما يطلعش لبعده يعني كل شكل محتاج ان ندير مصره بروحه حتى يطلع خلونا نتعرفوا كيف نديروا انهاء العرض حنضيفه مثلا نجو مثلا من ادراج نضيفه على سبيل المثال مربع نصي نكتب فيه اي شيء اول شي نعطوه لون تكست الخاص به ابيض حتي يكون واضح لنا خلونا نديره انجليزي ممكن ما نكون اسهل تمام نديرهم كقائمة يعني كلست نختاروا من هي سبق وتعرفنا عليها تعداد نقطي نظرهوله في قائمة ننزل اللي بعدها قائمة ننزل اللي بعدها في قائمة ننزل اللي بعدها في قائمة نعطهوله في قائمة انا نبقي ندير الانيميشن نبقي الانيميشن هذا يطلع لي كل مرة سطر من القائمة انا ما نبيش الحضور اللي يتفرجوا على البرزنتيشن بتاعي يشوفوهم كلهم عبعض نبيهم كل مرة نحكي لهم على نقطة يشوفوها فنجي نحدد البوكس من برة نجي لي حركات خلونا نسكر الانيميشن بين توقع ونجو مثلا من مزيد من تأثيرات الدخول ونختاره فحنا حاليا نضفنا الحركات او الانيميشن للصندوق هذا هو كله ككل فببساطة بعد مدرنا له انيميشن او اي حركة احنا اخترناها مثلا احنا حاليا للبوكس هذا اللي هو عبارة على تكست بوكس او صندوق نصي فيه عدد من النصوص مرتبة كاسلوب الاسلوب هذا اللي هو عبارة على النمط النقطي احنا حاليا نضفنا انيميشن للصندوق كله حاليا بعد ما نضفو لها انيميشن ككل نجو لي خيارات التأثير او الانيميشن اي خصدي ااسف يعني انجو لي جزء الحركة او الانيميشن بين لمجرد ما تجي حنلقوا صندوق يعني خيار رابع واحد بس يعني حعاديا الثلاثة خيارات الاولى لثلاثة اشكال الاولى وهذا اخداهك كشكل واحد ماخداش كل نص كل سطر بروحة اعطاهونا كشكل هنا علاش انه في نهاية شكل واحد عبارة على تكست بوكس واحد نديرو عليه دبل كليك يفتحنا الصندوق هذا اللي فيه تأثير وتوقيت وحركة نص بالنسبة لحركة نص تجميع النصوص كعنصر نص واحد هندروه بالفقرات ذات المستوى الاول او نقدر نديروه تاني او هلا غيره هنجربو هادي و هنشوفو اشن المعناها نجو للتوقيت هنختارو او عند النقر البدء عند النقر يعني ينتقل من سطر لسطر كل من نديرو كليك او مسترا بالنسبة للتأثير شني نبو يصير بعد ما ننزل السطر لبعده يعني هو بدايه بالسطر الاول بعدين يمشي للسطر الثاني نبو ام تحنا نمشي للسطر الثاني السطر الاول يختفي او يتغير لونه فبكل بساطة نجو لتحريك نجو لبعد اظهار الحركة نختروه رمادي مثلا و نديرو موافق خلونا نديرو عرض واحد اثنين ثلاثة واحد مصر من جديد ثنين مصر من جديد ثلاثة مصر من جديد اربعة طبعا بالنسبة لللون ما تغيرش انا هو الريدي من اللون الاساسي اللي احنا اخترناه لكن نقدر نديروه يتغير للون ثاني فهذا هو بالنسبة للتأثيرات البداية او في البداية و نجو نشوفوا باقي الخيارات هي مثلا السفر اللي هو مزيد من تأثيرات التوكيد هي تأثيرات للشي هو موجود يعني مثلا و نديرو تأثير اظهار يعني اسف لو لاحطوه ان البوكس في بداية صار لزي حركة بسيطة لان الصفر هادو النجوم الصفر حركة للشكل و هو موجود على السلايد مش قبل ما نجيبوه للسلايد اما بالنسبة للحمر فهي شكل او تأثير تأثير للشكل داخل السلايد امتى هوقا حيطلع امتى حيختفي يعني بكل بساطة و نقدروا برضو نتحكموا في الخروج من الانيميشن بين ايشين هي لتطلع قبل الثانية و ممكن تكونوا عكس الدخول ان شاء الله تكونوا استفدتم من درس هادو و استمدعتم بيه و كان بسيط بالنسبة ليكم و تعرفتوا على كيف نتحكموا او نضيفوا او نستخدموا الانيميشنز او الحركات في الميكروسوفت باوربوينت و ان شاء الله موافقين جميعا و نتلاك في درس القادم و السلام عليكم